مرحبا بكم الناس وكل في آخر نشاراتنا الرياضية والبداية بفرقنا لتواصل تحضيراتها لعودة الرابطة المحترفة الأولى الجولة 12 من البطولة تتلعب بداية الأسبوع القادم الملعب التونسي استقبل نهارة 3 النادي الافريقي في مراكبة الهادي النايفر للتذكر بداية تتباع الملعب التونسي بشيكون منقوس من خدمات نظر الليفي والهادي خلفة بسبب عقوبة الانظار الثالث في حين مهار بصغير بشيكون غايب عنده إصابة ومنقطعة للتمارين هايسم المحمدي خارج حسابات فريق حارس خارج حسابات مدرب الملعب التونسي وعودة مهر حنيشي بعد ما تعافى من الإصابة وكشارك حتى في مباراة وداية الأخيرة بالنسبة النادي الافريقي سعيد السابي بشيستعيد خدمات غايثة صغير وعلي العمري نهارة 4 على الترجل هذه التونسي استقبل في ملعب حمادي العقري ببيرات سي اساس بالنسبة للترجل يسترجع خدمات محمد علي بن حمودة مع غياب حسام غشا في حين نادي سفيق سبسلساج الغياب من الله الحبوبي اللي عنده إصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة انتهى الموسم متاع وتمانياتنا ليه بالشفاء العاجل والعودة السريعة للميادين واللحظة زيدي مشاركته مستبعدة بشيعم الكشوفات نهارة 3 يتحدد على إثرها مدى إمكانية مشاركته وجاهزيته المباراة ذي من عدمها ومحمد صالح المهد بيقلي غيب للإصابة البرنامج متاع الجولة 12 نهارة 3 تلاثة مباريات في المجموعة الأولى في الهيد النايفر كما قلنا الملعب التونسي واجه نادي الإفريقي مباراة مقولة على الوطنية الأولى مستقبل سليماني واجه في نفس التوقيت مصعتين في الملعب البلدي بسليمان القوافة الرياضية بقفصة مباراة مقولة على الوطنية الثانية وفي الملعب البلدي بمجاز الباب الأولمبي البيجي واجه الاتحاد رياضي بن جدان مصعتين نهارة 3 تلاثة في همادي العقري بيبيراتس مصعتين تلاثة رياضي التونسي واجه الاساس كما قلنا مباراة منقولة على قناة الكيس وثم إمكانية كونه الوطنية تنقلها في الملعب البلدي بالمتلوي في نفس التوقيت مصعتين نجم متلوي يستقبل اتحاد رياضي مونستيري مباراة منقولة على قناة الوطنية وفي ملعب نجيب الخطاب مصعتين اتحاد تطويني واجه الاسيابي يزوز في رقم عفية من الجولة هذية نحكيه على النجم الرياضي السيحلي والمستقبل الرياضي بالمرسل خارج تونس الارجنتيني نجم مونديال أقل من 17 سنة كلاوديو اتشيفيري المعروف بالقب الديابيليتو بما أنه دريبلور كبير برشا نجم كأس العالم لأقل من 17 سنة للأخيرة التعب في اندونيسيا عمل خمسة أهداف ودوز أسيست هو متوسط ميدان هجومي أعلن اليوم كونه لن يجدد عقده مع فريقه الارجنتيني ريفر بلايت بالرغم اللي هو ملعبش معه برشا في الأكابر ولكن عنده عروض كبيرة عقده ينتهي في 31 ديسمبر 2024 يمكن برشا يغادر حتى قبل 31 ديسمبر 2024 هو قال أنا نقعد ما يقلقنيش ولكن ثم عروض هامة جدا خاصة من مانشستر سيتي والبرسا وعنده كلوز لبيراتوار بنتسريح 25 مليون يورو نختمو بالنتاج خارج تونس حنبدأو بالبرمير ليج ويست هام يفوز على مانشستر يونايتد 2 بلايش مباراة بطلها كامباكيتا وبطلها زيدة الغاني قدوس هذه الهزيمة رقم 13 الموسمة داية للفريق مانشستر يونايتد وإيريك تنهاك الهزيمة رقم 13 في كل المسابقات وهو رقم قياسي زمنا نرجع 93 سنين لتالي العام 3031 بيش نشوفوا اللي مانشستر يونايتد عمل 16 هزيمة في بداية الموسم حتى الكريسماس عندهم هما حتى لفترة عياد الميلاد بش نفهم وش نية الوضعية مثل مانشستر يونايتد ووقتها عامتها للتاريخ مانشستر يونايتد كان يكمل في المركز الأخير رقم آخر مفزع على حقيقة أربع مباريات متتالية ما مركز حتى هدف مانشستر يونايتد أربع مباريات حتى هدف وهذا رقم من عام 92 محصلش تنهاك ووضعية صعبة واليوم حنا بعض ما لعبش في المباراة هذية في بقية النتائج تنهام يفوز على إيفرتون 2-1 نوتنغام فوريست يفوز على بورنموث ينهزم أمام بورنموث 3-2 على ميدان وأول مباراة لنينو إسبرينتو مع لوتنغام فوريست كمدرب وتريبلي متع بورنموث كان سجلها سولانكي فولهام ينهزم زادة 2 بلايش أمام بيرنلي على ميدان وفي المباراة فيها حدث تاريخي زادة ريبيكا ويلش هي أول حكمة في لونجلوتيغ تحكم مباراة في البرمير ليج لأول مرة منذ انطلاق البرمير ليج عام 1880 وقتها بتسمية أخرى عندها 135 سنة لوتن تاون يفوز على نيوكاسل 1 بلايش والقمة المباراة رقم 100 لليفربول في أنفيل ضد أرسنال الميات أدو ميسيل ضد أرسنال وفت واحد واحد صلاح كان سجل أول حاجة ساعة أرسنال كان سجل الهدف عن طريق جابرييل ماجيلس وثم محمد صلاح كان عدل النتيجة في دقيقة 29 أرقام مهمة برشة من المباراة هذه جابرييل ماجيلس كان هو الهدف طيب هو الأسرع في تاريخ أرسنال في الأنفيل دقيقة 2-37 ورقم 11 للمدافعة بريزيلي وهو ريكور في البرمير ليغ ليه مدافع منذ 2020 بالنسبة للأرقام الخاصة بليفربول أليكساندر ترانت أليكساندر أغنولد وصل للأسيست 57 ليه في البرمير ليغ ريكور هو يتقاسمه مع مدافع آخر ليه أندي روبرتسون ظهير الأيصر وأغنولد بطبيعة ظهيرة أيمن ومحمد صلاح يدخل اليوم للتوب ديس متاع هدفه لبريمير ليغ يدخل من مربع 10-151 هدف وهو زاد أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد السيتي ضد يونيتد وضد أرسنال ورغم تعادل ذايا أرسنال مازال في الصدر في الليجة أتيتيكو مادريد فاز على إشبيليا 1 بلايش هدف فلورنتي رغم كونه أتيتيكو مادريد كان أهل المباراة منقوص بعد إقصاء لاعب في صفوفه في السرياء نخبه بالسرياء فروزينوني ينهزم على ميدانه أمام اليوفي 2-1 تورينو تعادل مع الودينيزي 1-1 بولونيا تياجو موتا نتيج طيبة قاعد يحقق فيها يفوز على أتالنطا 1 بلايش لينتر يفوز 2 بلايش على ليتشي لينتر دون لوطارو دون ديماركو وحمزة رفيعة كانت خلط دقيقة 65 وإلاس فيرونا يفوز على كاليري 2 بلايش والقمة في الأولمبيكو روما متعادل بعد مرور تقريبا قد يش وقته وعندهم وقته من 65 دقيقة اللعب في المباراة هذه والتعادل ما بين الينتر ما بين روما ونابولدين أهداف في مباراة البطل المتاحة هو مورينو بما أنه كان تخاصم مع كفارا تسيخيليا وتخاصم مع أوسيمان لكل تعارق معاها وكلا عاد عمل شوفي مباراة زيدا وكما شوفوا في التصوير هو يحكي مع كفاراة سيخيليا وزيدا المباراة كما قلنا 64 دقيقة والتعادل بدون أهداف في مباراة سيطر عليها روما في شوطة الأول واحتفل فيها جماهي الروما بوصول مليون وتسعمائة مشجع في الأولمبيكو منذ بداية السنة النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تقاوى على موقعنا موزيكة فيم بوينت ترجمة نانسي قنقر